معنا مباشرة من جماعة تمروت بإقليم شفشاون مفاد ميديان تيفي محمد ريشي محمد اضعنا في صورة ما يجري من حولك ما ياخر المعلومات لديك بخصوص جهود إخراج الطفل رايان فضل محمد نعم مساء الخير عبد الله عمساء الخير مشاهدين الكرام دائما نتواجد بإقليم شفشاون بالضبط بجماعة تمروت بذوار إغران هذه المنطقة التي عرفت منذ الأمس سقوط الطفل رايان في حفرة توجد بالقرب من منزله لحد الساعة الجهود متواصلة من طرف مجموعة من المتدخلين من أجل إنقاذ حياة رايان عناصر الوقاية المدنية وكذلك عناصر الضرك الملكية السلطات المحلية وكذلك عناصر للهلال الأحمر المغربي ولا ننسى الصورة التي تعكس قوة ومتانة التلاحم بين المجتمع المغربي المجتمع المغربي الكل من دواوير توجد بمحيط المنطقة ومن مناطق بعيدة أتوا إلى هذه المنطقة وهم معتصمون لحدود الساعة يقدمون يد المساعدة للسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية من أجل إنقاذ حياة رايان فرق خاصة متكونة من عناصر الهلال الأحمر المغربي وكذلك عناصر تابعة للوقاية المدنية تدخلت قبل قليل ولحدود اللحظات لا زالت تقوم بتدخلات متعددة من أجل إنقاذ حياة رايان رايان الذي أمسك بقلوب جميع المغاربة في صورة مؤلمة تنتظر أملا الأمل الذي ينتظره المغاربة بطبيعة الحال وساكنة المنطقة وأباء أم وأب الطفل رايان أمل أن ينقذ رايان ويعود إلى حضن أبويه بطبيعة الحال وكلنا هنا ننتظر وكلنا أمل في أن يعود رايان بصحة جيدة ولحدود الساعة معلوماتنا التي نتوصل وتوصلنا بها تفيد أن رايان ما زال على قيد الحياة والأمل متواصل من هنا من إقليم شفشاون سنكون على تواصل دائما معك محمد ريشي موفد القناة إلى منطقة أو بالقرب من مدينة جفشاون حيث يوجد هذا البئر شكرا جزيلا لك محمد ريشي شكرا جزيلا